عادوا بعد الانحراف الأول والانكسار الأخير بعد أن تبدلت معالم المعركة وموازينها وتحولت من استعادة الدولة اليمنية من ميليشيا الحوثي إلى معركة دفاع عن الحد الجنوبي للسعودية وسط ترحيب واستقبال مهيب عادت إلى مأرب مجموعة من المجندين الذين رابطوا في الحد الجنوبي للسعودية لفترة على أمل الزحف باتجاه الحوثي ووجدوا أنفسهم في جبهة استنزاف مفتوحة تبعد أهدافها عن القضية اليمنية واستجابة للدعوة التي أطلقها قائد المقاومة في تعز حمود المخلافي يترك عشرات من المجندين من أبناء تعز جبهات الدفاع عن السعودية ويتهيئون للعودة إلى المحافظة للانخراط في جبهات لتحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي تأتي العودة كأولى ثمار دعوة قائد المقاومة وعدد من الناشطين للمجندين بسرعة العودة لاستكمال تحرير تعز وحمايتها من المخاطر وإعلان الاستعداد عن الترتيب لاستقبالهم واحتوائهم ضمن صفوف الجيش أطلقت حملة مطالبة المجندين في الحد الجنوبي بالعودة للدفاع عن مناطقهم بعد الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف على الجيش الوطني على مداخل العاصمة المؤقتة والتي اعتبرها المخلاف بمثابة سقوط للأقنعة السعودية الإماراتية كما سقطت من قبلها الأقنعة الحوثية الإيرانية وبات الشعب اليمني يعرف عدوه من صديقه تطورات يبدو أنها تسارعت بعد عملية الانكسار الأخيرة على الحدود وسقوط ثلاثة ألوية على يد الحوثيين ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من خمسمائة وأسر أكثر من ألفين بينهم أفراد وضباط سعوديون تتبدل الخارطة والمعطيات العسكرية على الأرض ويبدو أن شعور اليمنيين بالخذلان يدفعهم إلى المضي بطريق مختلف بعيدا عن كل الدعاءات الحلفاء الذين انتهى بهم المطاف لمشاريع موازية لمشاريع الحوثي إشارة لتخلق قوة يمنية خالصة من رحم المعاناة في الداخل لضحض الزيف واستعادة الجمهورية وحماية السيادة